أول تصريح لبنيشو بعد انضمامه للوداد عبر صلاح الدين بنيشو المنتقي الحديثة لصفو فريق الوداد الرياضي من أولمبيك أسفي عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقال بنيشو في تصريح خاص بأحد المواقع الإلكترونية أنه قرر الانتقال لفريق الوداد الرياضي بعد نيل اهتقات المدرب الجديد وليد الريقريقي متمنيا أن يقدم رفقته موسم مميز خلال الموسم الكروي المقبل وأوضح المهاجم السابق للفريق المسفيوي أنه يأمل في تتويج بكل ألقاب الممكنة بقميص الوداد موجها شكرا الجزيل للجماهير الودادية على الدعم والمساندة بعد التوقيع في كشوفات فريقها وانتقل صلاح الدين بنيشو إلى صفوف فريق الوداد الرياضي خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية بعدما اشترى هذا الأخير ما تبقى من عقده من أولمبيك أسفي وفق مبلغ مالي حدد في 300 مليون سنتيم إلى هنا نصل لنهاية الفيديو دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء